يوم الاثنين الماضي مشاهدين زين نجموعة من الرصامين الذين فضلوا إخفاء هويتهم درجة جبل بويرين في لييج البلجيكية البالغ عدد درجاته هذا الجبل 374 درجة في ألوان العالم الفلسطيني كما نرى لينتهي بهذا الشكل الجميل إبداءا للتضامن مع الشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة جميل هذا الدرجة الذي تحمل الرصامون المشاقة في تنفيذ رسمته نظرا إلى كونه أكثر السلالم صعوبة في العالم لم تعد تزينه هذه الألوان اليوم وعاد إلى لونه الطبيعي بعد أن سارعت سلطات المدينة بأسرع ما يمكن إلى حجد فريق مكافحة الكتاب على الجدران وإزالة الألوان عنه هذا الخبر خلف تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال هنا هنري روز أبدأ إعجابه بتلوين السلم وقال إنه صعد تلك الدرجات مئات المرات خلال النشأة في بلجيكا وتمنى أن يصعدها وهي بتلك الألوان ادعم فلسطين يقول هنري أما المدونة كاوا فأبدأت امتعاضها من تغيير ألوان السلالم وقالت يبدو أن تنظيف السلالم من ألوان العالم الفلسطيني تعليم أكثر من التطهير العرقي الحاصل في غزة ترجمة نانسي قنقر